أعلنت وزارة التموين فتح جميع مواقع استلام الأقماح للعمل بشكل منتظم خلال عيد الفتر المبارك هذا ويتم تقديم كافة أشكال وصور الدعم وتيسرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقا للضوابط الموضوع وكذلك التأكيد على كافة الجهات المسوقة بسرعة سدات مستحقات المزارعين والمؤردين وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة في هذا الشأن استأنفت وزارة التموين استقبل القمح المحلي في عدد أربعمائة نقطة في أنحاء الجمهورية تشمل الصوامع والهناجر والشوان المطورة والتي قد جهزت مسبقا لهذا الموسم واستقبلت أصومعته بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية أعددا كبيرا من المزارعين والمؤردين للقمح نهاردة في صومعة الصان زي ما حضراتكم شايفين الإقبال جميل قوي بالتوريد هنا استعدادات كاملة لاستقبال الأقماح تأثير عملية التوريد لكل المؤردين سيان فلاح صغير أو تاجر كبير كله بيجي هنا الحمد لله فيه تيسير في الدخول فيه تيسير في تفريغ العربيات وتيسير ليها الناس هنا ملتزمة الحمد لله الحمد لله كله مستعد لموسم توريد الأمح السنة دي إن شاء الله صومعة صان الحجر صومعة تابعة للشركة المصرية القابض للصومعة والتخزين صومعة تتميز بأنها تخدم ثلاث محافظات رئيسية محافظة الشرقية ومن أكبر محافظات المنتجة اللامح محافظة الدهلية تليها مباشرة محافظة برسعيد صومعة صان الحجر عبارة عن 12 خلية ساعة كل خلية 5000 طن بخدرة استيعابية 60 ألف طن إن شاء الله السنة دي زي ما حدتك شايف انكسافة توريدية عالية انتجية الفدان إن شاء الله بإذن الله يعني منتوقع أنها توصل لـ 25 أردب للفدان إحنا بنحاول على الأدى ما نقدر نزلل جميع العقابات أمام الفلاح والمورد لتسهيل عملية التوريد